بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات ما أسرع مرور الليالي والأيام وما أعجل انقضاء الأوقات وذهاب الساعات بالأمس دخل علينا رمضان المبارك وكان المسلمون في شوق عظيم لبلوغه وكانت نفوسهم في لهفة شديدة لإدراكه ثم ها هو اليوم قد مضى منهما مضى مضت عشر الرحمة فهل نحن من المرحومين وها هي عشر المغفرة فلنعرض أعمالنا ونحاسب أنفسنا هل كنا من الصائمين القائمين التارين لكتاب ربنا وهل كنا من الخاشعين في صلواتهم والرافعين أكفهم مبتهلين داعين أو من الذين قاموا بأعمال البر وسلكوا طرق الخير وبدلوا الصدقات واغتنموا الأوقات إذا كنا منهم فلنحمد الله على منه وتوفيقه ونسأل الله ثبات وحسن الختام وإذا كنا من المقصرين الغافلين فما زال رمضان لم تنقضي أيامه ولياليه فلنغتنم قبل فوات الأوان وقبل أن ترفع الأعمال إلى ربنا فاز من فاز وخسر من خسر والشقي والتعيس من أدركه رمضان فلم يغفر الله له ذنوبه فقد روابط براني في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فأمن ثلاثا فسأله أصحابه يا رسول الله صعدت المنبر فقلت آمين 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 فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين والحديث طويل وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث النبوي الشريف الذي بدأ بشهر رمضان هذا الشهر الذي اختصه الله بفضائل وأعمال فهو شهر القرآن وشهر الرحمة وشهر المغفرة والعتق من النار فحري أن نستجيب لأمر ربنا الذي يقول في محكم التنزيل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وقال أيضا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فالله سبحانه وتعالى يحث على المسابقة والإسراع في أعمال الخير التي تدخل الجنة برحمة الله تعالى والأعمال في رمضان كثيرة والنيات تصبح فيه عظيمة وكبيرة إذا كانت لله خالصة مخلصة بدءا بفرحة دخول هذا الشهر الكريم ونية صيامه وقيامه والحرص على أعمال البر فيه من محافظة على الصلاة في أوقاتها والخشوع فيها والإكتار من النوافل وقراءة القرآن وختمه مع التدبر والتفكر وإبدال الصدقة في هذا الزمن الذي تتضاعف فيه الحسنات وكذلك اغتنام أوقات الدعاء في مواطن الاستجابة والإكتار من الذكر والاستغبار والصلاة على النبي المختار فيا أيها الإخوة الكرام فلنسارع إلى إدراك ما فات قبل فوات رمضان والإحسان فيما تبقى فيه وتحري ليلة هي أعظم ليلة في هذا الشهر ألا وهي ليلة القدر التي هي عند الله أفضل من ألف شهر فهذا شهر الطهر شهر يطهر الله فيه عباده من الذنوب ولا ثام وهو شهر علينا اغتنامه بالعمل الصالح النافع ورحم الله بن الجوزي حيث قال أيها الناس إن شهركم هذا قد انتصف فهل فيكم من قهر نفسه وانتصف وهل فيكم من قام فيه بما عرف وهل تشوقت هممكم إلى نيل الشرف فيا رب تقبل منا ما مضى وأعن على ما بقي وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار بعفوك ورحمتك آمين والحمد لله رب العالمين